احنا في نقابة الصحافيين النهاردة كان في حفل تقبين للإعلامية الشهيدة شيرين أبو عقلة وهي يعني مرسلة قناة الجزيرة أو مديرة مكتب القناة الجزيرة في فلسطين والرصاص الغدر نال منها وروحها فاضت لكن بتظل النماذج دي هي العلامات التاريخية اللي بتخلي دايما الصلابة تزيد والدفاع عن القضايا يبقى أكتر والأجيال تبقى بص أشد مننا في الدفاع عن هذه القضايا كل جيل بيجي بيبقى أشد من اللي قبله من اللي قبله من هذا الغدر اللي بيتعرض له زي ما احنا شايفين ده في مقر مصرح نقابة الصحافيين بحضور عدد من الضيوف منهم أعضاء من نقابة المهندسيين كان في المتحدث الرسمي بشؤون فلسطيني وكان فيه السفير الفلسطيني والأمين العام لانقابة الأطباء وكان فيه عدد من النجوم الفن شوفنا الفنان الصباح السريط وطبعا نجوم الصحافة المصرية طبعا احنا شايفين قدامي هاو صديق كارم محمود صديق جبال فهمي صديق أحمد حسين طبعا الأستاذ يحاق اللاش النقيب الأسبق لانقابة الصحافين طبعا بقيادة النقيب الحالي الدكتور دياء راشوان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات كل هذا الإفنت اللي احنا شوفنا ده موجود في المصرح الخاص به نقابة الصحافيين وطبعا زي ما احنا شايفين كده الكل يعزي في دفتر العزاء ودى الشموع موجودة شهدت الصحافة الفلسطينية والعربية ودعا شيرين أبو عقلة لن نترك القتل يفلتون من العقاب ده في قلب مقر نقابة الصحافيين والسادة الزملاء الصحافيين على فكرة سوى المصريين أو العرب أو إعلاميين كل الناس راحت عشان تبعت رسالة أن قضية الفلسطينية أبدا لن تموت ونراحت وغابت شيرين أبو عقلة في ملايين شيرين جايين في الطريق وشوفنا كل البنات اللي تولدوا في فلسطين أو على المستوى العرب بنات كتيرة جدا نشوفها على السوشيال ميديا يسموها شيرين ويسموها جني أو جنين يعني على طول طول الوقت القضية في دماء وعروق كل المسلمين مش بس العرب